بين أولى خطوات التأسيس لجامعة الدول العربية وعودة سوريا إليها بعد تجميد طويل للعضوية ثمانية عقود مرت فيها سوريا بتقلب العلاقات مع الجامعة تاريخيا سوريا كانت من أوائل الدول التي شاركت بتمثيل قوي في الجامعة العربية بعد دعوة مصطفى النحاس رئيس الوزراء المصري لنظيره السوري جميل مردمبك إلى القاهرة لمناقشة إنشاء تحالف عربي عام 1944 وتكون سوريا ضمن الدول السبع المواقعة لبروتوكول الإسكندرية تزامنت قمة الجامعة عام 1967 في الخرطوم مع حرب يونيو حيث خسرت سوريا مناطق أبرزها الجولان في الحرب مع إسرائيل وسميت بقمة اللاءات ثلاث لا صلح لا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل شاركت فيها كافة الدول العربية باستثناء سوريا التي دعت إلى حرب تحرير شعبية بيان ختمي صدر عن القمة العربية في نوفمبر 1973 في الجزائر التي انعقدت بمبادرة سورية مصرية يقضي بتقديم الدعم المالي والعسكري لسوريا ومصر بعد شنهما حرب أكتوبر على إسرائيل لاسترداد الأراضي التي خسرتها في حرب 1967 قمة مايو 1990 في بغداد غابت عنها سوريا إثر الخلافات السياسية بين دمشق وبغداد لكنها عادت للحضور إلى القمة الطارئة في أغسطس من نفس العام في القاهرة على خلفية غزو العراق للكويت لتدين الحرب وتتضامن مع الدول الخليج في المطالبة بإخراج القوات العراقية من الكويت أما آخر القمم التي برز فيها اسم سوريا كانت في نوفمبر 2011 بعد أن أجمع القادة العرب على تجميد عضوية دمشق على خلفية رد فعلها على الحراك الشعبي في البلاد إيفا عمر الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات